اشتركوا في القناة والليل اذا يسر الله عز وجل اكمل في هذه الايام العبادات كلها ما تنجد بغير هالأيام الصلاة والصيام والحج والزكاة موجودة كلها في هذه الايام الصلاة مفروضة في كل الايام لكن في الايام عليك ان تزيد من النوافل في هذه الايام ان تزيد من العبادات في هذه الايام الا بتسمعوا اسأل الله ان يوفقني وإياكم فالصلاة والصيام مطلوب مننا صيام عشر زلحج وصيام عشر زلحج هذا كذلك كل مسلم لازم ينتبه هذا الصيام شو فيه صيام زلحج صيام كل يوم فيه زلحج يعادل صيام سنة اليوم يعادل صيام سنة انا كتبت حساب ملت حساب اليوم لكن هذا الحساب ان شاء الله بيكون سهل علي وعليكم قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة اللي نسميه يوم الوقفة صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كم سنة سنتين سنة اللي قبله وسنة اللي بعده هذا يوم عرفة فقط بالحساب صيام اطنعشر ساعة بعادل مغفرة اربعة وعشرين شهر صيام 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 اطنعشر ساعة بعادل مغفرة كم شهر شهرين شهرين اربعة وعشرين شهر سنتين اربعة وعشرين شهر معناتها اليوم اطنعشر ساعة كل ساعة في اليوم مغفرة شهرين كل ساعة مغفرة شهرين بيطلع معنا كل ستين دقيقة بتعادل ستين يوم يعني كل دقيقة بيوم بتعادل ثلاثين يوم يعني كل دقيقة بيوم كل دقيقة من هالعشر تغفر لك ذنوب يوم فمعناتها الي عم يضيع الوقت في طريقه وفي روحته في جيته في سهرته في جلسته قديش عم يضيع عليه يا مسلمين هذا وقت الكنز هذا وقت المكسب هالعشر هذا وقت المكسب المسلم لازم يبزل جهده ما يضيع دقيقة في طريقة في بيتك وانت قاعد دائما مسبحتك بإيدك شغل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلي على النبي وذكر لا إله إلا الله فكل دقيقة بتعادل يوم كل دقيقة من هالعشر تيام بتعادل يوم مغفرة الله بيغفر لك يوم فإذا كان عشر تيام إذا بالدقيقة يوم بالساعة قديش ساعة شهرين بالساعة مغفرة شهرين يا مسلمين وينهم ضيعين هالأيام هاي أيام ذي الحجة يلي المسلم ما عم ينتبه إلها صوموا نهارها وقوموا ليلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر